أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم الأهمية التاريخية والحضارية لنصب الحرية وساحة التحرير بوصفهما رموزا حضارية وفنية فضلا عن كونهما مكونا من مكونات الهوية المعمارية لمدينة بغداد ووجه خلال ترقصه اجتماعا للجنة الإشراف على تطوير ساحة التحرير ونصب الحرية بوضع خارطة طريق لإنجاز العمل تشمل التوقيتات والتفاصيل الفنية كافة وأن يجري البدء بهذه المهام بالسرعة الممكنة وشدد على تذليل جميع العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة كي تخرج نتائج بما يليق بوجه بغداد الحضاري وأهمية نصب الحرية في الذاكرة العراقية